أسعد اللهم سأكون مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نقاش على المباشر يأتيكم عبر الإخبارية الأولى في الجزائر قبل أيام من شهر رمضان المعظم تكشف كل يوم فرق قمع الغش لوزارة التجارة مخاز مخصصة للمضاربة وأخرى تستعمل لتكديس السلع بغية إخراجها في الشهر الفضيل وبيعها بأسعار مرتفعة فلماذا يواصل بعض التجار هذا الجشع وهل اتحاد التجاري فشل في فرض رقابة أخلاقية على المنضوين تحت جناحه أسئلة أطرحها على ضيفي الذي أسعد باستضافته في هذا العدد الحاج صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجارة الحرفية الجزائرية الحاج مساء الخير أهلا بك مرحبا الحاج هذه الأيام الأخيرة الماضية وزارة التجارة عن طريق فرق قمع الغش اكتشفوا بثاف مخازن مخدسة مخصصة لتكديس السلع هل المضاربة الآن لهذه السلع وخاصة من السلعات الاستهلاكية هل المضاربة موجودة داخل التجار أم موجودة وسط ناس خارج المحيط التجاري بارونات ما عندهمش علاقة بالتجارة لا هو شوف بس نتفهم البارونات موجودين مش التعليون البارونات رغم في سنين موجودين لكن اليوم وإحنا أمام شهر رمضان مش نكونوا واضحين المحلات التجارية خاصة أنت على الجملة أنا أتكلم عن الجملة لأن التجزئة رغم فاتحين يعملوا يشغلوا يوميا المحلات أنت على تجار الجملة الآن تقريباً ما رحش عندهم هذك هذاك يعني الرواج اللي كان بكلي كان بكلي رواج كبير الآن ناقص رواج الآن رها مكدسة ولكن ما رحش يعني مخبية إلى شهر رمضان كلام هذا أنا ما نقبلوش يعني صراحة فضل نعم باش ما نتحمح توح نعم لأن نحن ما ما كاش تكديس تكديس لكن مكدس للبيع للبيع ما هوش تكديس للمضاربة خاصة في المواد الغذائية ما تكلم على كل شيء خاصة الخضر الفواكيه لا الخضر الفواكيه وراه التكديس هل أنت تجيب الطماطم وتقدر تكدسها تجيب الزرودية البطاطة ما عنداش بززاف كانت مكدسة لا البطاطة كانت مكدسة وين كانت باش نكون صراح معك هي تقريبا احنا كنا تكلمنا وتكلمنا مع السيد الأمي العام على كين تكديس وين كين ليشامبر فرواض كانت يعني الدولة في حد ذاتها دعمت دعمت سواء تجار ولا غير تجار والله في الاحين باش يديروا يعني باش يديروا المبرزات يعني ليشامبر فرواض أعطاتهم الضرهم والأراضي وديروهم لكن كين جزء منهم ويش يدير يروح يشري السلع يعني في المكان يعني في المزرعة في حد ذاتها يشري البطاطة ويستقها هذا احنا ماش نعتبره نعتبره مظارب كين كذلك وزارة الفلاحة حتى هي في حد ذاتها تتعامل مع بعض التجار اللي هي تعطيهم تراخص وهو ما يكد سمدت البطاطة لكن عنده ترخيص تقول له انت وقت فلاني تخرج البطاطة وعنده الفايدة انتاعه هذا ما يقدرش يخرجها في ذاك الوقت يعني هي اللي تعطيه ترخيص في ذاك الوقت يخرجه ولهذا مؤخرا بنت البطاطة وين كانت مخزنة كانت يعني في هذه المبردات وكانت عند ناس سمحهم الله يروحوا يشروها في بلاسا وحنا يعني نقول لك احنا كاتحاد تجار باش نكون واضح معك احنا ماناش مع الناس اللي يكدسوا انا شخصيا وعطي تعليمات الولايات عطي تعليمات لكل من يعمل في الاتحاد اذا شاف المنكر فليبلغ عليه لخطر ليش ان المنكر وما بلغناش احنا اصحاب المنكر لازم نبلغه ولكن اليوم اليوم مادة البطاطة قدش رهف الصور باش نكون واضحين 50 دينار 40 دينار ووصلت حتى ال 35 دينار ومنها رمضان رايحة توصل 35 دينار واتكلم معك كالسياسر وحاسبني في رمضان احنا الان كان عندنا نقاء في مديري التجار نعم جاءوا كل الشركات اللي هي يعني متخصة قلت مثلا جيب لي تجيب الحليب تمد الحليب وتوزع الحليب رغم اللي عندنا احنا موزع الحليب الحليب تابعين الاتحاد وحنا دو مرة احيانا يحبوا يدروا إضرابات لكن انا كأمين عام نوقف لهم في الطريق باش مديروش إضراب لانا ادام اذا درنا الإضرابات في الحليب هنا نضر المواطن ما نضروش واحد آخر هنا جيب لي رغم موجودة يعني الانتاج فيه الحمد لله في رمضان الموزعين رغم يسمعوا فيها رغم مستعدين باش يوزعوا في رمضان الحليب على المستهلك مستعدين طيب في هذه النقطة بالذات الحليب نعم جمعية حماية المستهلك بتاع الدكتور زبدي نعم راسلة ديوان وطني تالحليب وهو رد لها ورد للحماية المستهلك قالهم بأن الموزعين والمنتجين هم المسؤولين على هذه الأزمة التي كنا قبل الأيام تعال تقوابير قال الموزعين ديوان الحليب قال الموزعين والمنتجين الأزمة منين لا لا هي الأزمة أحيانا تكون من البذرة هذه البودرة أحيانا تكون قليلة عندما تكون قليلة حتى مثلا المصنع أخطر كثين مصنع تعد دولة تعد دولة مثلا كبدوى وفيها مصنع تعد دولة موش Imt Bank Media ممكن يقول البريف يلعب لعبه باش يزيد الثمن لكن الدولة مقنن ما فيش كلام في مثلا هنا داخل داخل العاصمة كائنا كذلك يعني اليوزينة على الحليب راهم قلت لك أنا راني مثلا راني تجاوبوا معهم موزعين راهم مستعدين باش يكون الحليب متوفر في رمضان وهذه كلمة هذا كلمة شرف نعطيها لك القرية تبقى الآن أنا قلتها قبل شهر قلت باللي المواد خاصة الخضر الفوكه في هذا الموسم احنا حبنا الله سبحانه عز وجل وحب الجزائر الجزائر حبها علاش باش ما تطيحش بالأزمات الخضر هذوي بقاو يعني بقاو الكثرة الآن راهي يعني كثرة انتع المواد يعني كثيرة لأن العرض وطلب تجار عرض وطلب في رمضان عندما ما يكون العرض كثير حتى الطلب رايح يكثر بصحة العرض يقوى عليه أنا نقول لك المواد كلها اليوم راهي بدات يعني لو كانت تروح للسوق غدوة مثلا شوف تراجع انتع السعر اللي كان قبل كان الآن مثلا العامل يفات نطالعك على العامل يفات مادة الدلاء الدلاء جات قبل رمضان بشهر عندما جاء رمضان بدأ المواطن يدور حبه بمئة ألف ما يلقاهاش السناء الفلاحين يعني أنا نشكرهم من هذا المنبر هذا ديروا حسابهم الدلاء مرحش يدخل ضرق كثير كاين صح موجود لا موجود ولكن ماشي بكثرة ولكن رائعينه في رمضان رمضان يكون بكثرة عندك بيسكرة تقريبا تغطي نصف جزائر بمادة الدلاء بيسكرة وحدها خليني من الواد والقلاء والغر أنا نقول لك يعني ديسير مثلا ديسير ماشي غد يكون كثير موجود بتباع البانان ومادة يعني الدلاء وبالتيخ هذا اللي يبغي الأهدي طيب رايحين يكونوا في رمضان بكثرة وأسعار أسعار منخافضة وفي متنو الجميع أنت الآن تعيد المواطن بأن الأسعار ستكون في متناول ستكون وسيحترم التجار كل هذا الشيء تجار نقول لك عليها يحترم لأنه مؤخرا لما قرر الوزارة تجارة بإلزامية إشهار الأسعار في اللحوم في بعض الجزارين ما جاءوا مش للحال وما حبوش يشهروا الأسعار لا نقول لك حاجة لما يوزعش إلي ما يشهرش الأسعار كين قانون كين قانون سفرش مليا سفرش مليا أنت المستهلك يلزم كل واحد يشهر الخطر عليه شو نقول لك الآن احنا ما زال ما عندناش قانون يعني المراقبين باش يروحوا يراقبوا الأسعار احنا نطالبوا بتسقف أسعار ومراقبة الأسعار حتى التاجر يدير ثمن بشرة وبش يبيع أنا هكذا نبغي يدير بشرة وبش تبيع ولا عشرة ولا خمسة ولا ستة بالمئة تكون معروفة لأن إلا كان التاجر مشهرش الأسعار المراقب يعني يدير لها مخالفة أما بش يجي يكونتروني ما يقدش يكونتروني هالا مشكلة احنا وش قلنا قلنا مثلا مادة البطاطا الآن أنا نتمنى وإن شاء الله نصدرها للخارج لماذا ما نسقفوا لهاش سعر قال 40 دينار والتاجر يبيع حب 45 دينار هنا هذا المراقب يكون محرر ما نخلوهاش مكتوف الأيدي يدخل السوق ما يقدرش يكونتروني الآن إحنا ماذا بينا وزارة التجارات تدير معنا جلسة تريدون أن تضعوا سعر محدد على مدار السنة شوف المواد اللي رها موجودة اليوم الفلاحين ما شاء الله المواد رها كثيرة نشوفوا المواد الكثيرة اللي عندنا اللي موجودة اللي رحنا قادرين نصدرها نقنوها كالسكر والزيت وكذا وكذا الآن يعني السكر والزيت لو كان التاجر يزيت فيه يدخل الحبس لأنها مواد مقننة احنا قلنا هذه مادة البطاطا والسرودية وكالأمور اللي رن ندجوها بكثرة نسقفوا لها السعر ونعطوه للتاجر يعني القيمة الربح نتاو يديرها يشهرها هنا وش يكون يكون قانون لأن اليوم ما كاش قانون يكون قانون بش يحرر هاد المراقبين أنا لو جئت مثلا نخلي التاجر يعبر ما نقولش هاد الكلام كان مشكل في تحديد هامش الربح هذا هو الإشكال شكل يحدد هامش الربح يحدد قانون شوف القانون 08 اللي يعني دار حدد الأسعار انت على الطماطم وكذا انت على السكر والزيت وكذا نفس الشي يكون فيه قانون اللي يحدد يعني يسقف السعر ولكن لا يمكن ذلك لأن الخضر الفواكه راجع للفلاحين راجع للعام لا 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 راجع للفلاحين الفلاحين كثرة وخير هم رامين تجو لا إذا كان مثلا عام بيكون فيه جفاف الخسارة تكون كبيرة مش هاي يكون كيف كيف دوك شوف احنا في الربح عندنا مراقبين عندنا دولة عندنا وزارة التجارة ما شاء الله عندنا وزارة الفلاح إلا كانت سنة اللي ما كانش قادرين يجيبوا البطاطا من الخارج وقادرين يستقفوا لهالأسعار أنا راني باغي ما نعطوش حرية للتجارة لأنه قدم ما بعدنا في الحرية تاجر تعرف لك واش يدير تاجر يشير البطاطا مثلا بربعين دينار يحب ستين ولا سبعين دينار لماذا يدير لها يشهرها بسبعين دينار المراقب واش راح يقول له يقول له هل شهرتها بسبعين ما عندهش الحق هو حر هو حر طيب أنا ما بغيش هذه الحرية الحاج سلح سويله في موضوع مهم مؤخرا هذه الليامات طفال السطح في موضوع العشابين محلات العشابة هل محلات العشابة تبع الاتحاد التجار لا نحن مؤخرا دلنا فوضوع لأن دلنا فوضوع المصدرين الآن عندنا فوضوع المصدرين سلح كامل لا مصدرين سلح كامل خاصة الخضر الفوكيه وما هوش دلنا نحن فيدراليا منصدرين بالكلام لا لدينا مصدرين اللي راهم يشاركوا في الأفوار وراهم يصدروا بمعنى الكلمة أنا ما بغيش ندير يعني هكذا زواق سياسة قال المصدرين لا لا أنا جبتهم مصدرين بمعنى الكلمة ودرنا لهم الآن رأهم في اتصالات عالمية اتصالات مع الإمارات العربية باش يعني الخضار والفوكيف والأمور نتعون إنساء الله تروشي إلى الخارج الآن العشابين عشابين احنا متكلمناش عن هذوك اللي يديروا الخلطة ولا ربما هذوك اللي يضروا بالإنسان عشابين العشابين هراهم فهم عندهم اللي يديروا الخلطة فيهم داكاترة الشابين الآن أنا باش نقول هلك الفيدرالي درناها تشكون يرأسها يرأسها دكتور ما وش يرأسها مثلا الوحد هكذاك أمي والله إجاي تاجر لا لا يرأسها دكتور وكاين الأعضاء الفيدرالي المكتب الوطني فيه داكاترة هنا وش رامطالبين حنا رامطالبين مقبلين على رمضان هالك توابل هذي توابل شكون يطبع يطبع شهر رمضان هي توابل وكلا نغلق نجعل محلات شاب هالو احنا وش بكليهم انا وكليهم ديروا دراسة مديرية أو وزارة تجارة عندها عوان كينين يروحوا يراقبوا محل بمحل وينلقوا هذك اللي راه يعني يدير الخلطة ويدير الأمور اللي مش ملحة يعني عندك حتى يدخل في الإطار أما هذك اللي عنده توابل ويعني يعرضها أمام المستهلك لماذا نغلق له نغلق له نخليه المستهلك بدون توابل طيب مؤخرا أيضا أستاذ أولحال صالح صويلح أو مع بداية دخول فصل الصيف يصرى مشكل نقل مواد سريعة التلف الماء المعدني المشروبات الغازية الأجبان الياغورت وغيرها حتى أنه بعض يعني تشوفها تشوف الطريق تخرج منها من استوديو تشوف الطريق أنه في الشاحنة يحط المسعدة مع الشمس من قبل الشمس ماذا مقدر وهذا بعض الأطباء يقولوا أن تعريض هذه المواد الغذائية أو المشروبات للشمس حتى يسبب مرض السرطان ربي عافينا بطبع الحال ولكن تجار لحد الساعة لم يستطيعوا ضبط هذه القضية ولا يجد من يراقبهم والناس تشوف الماء في الشمس وتشوف الجازوز في الشمس واحد ما يهدر إحنا يا أخي إحنا طلبنا الكثير ودرنا لقاءات ودرنا لقاءات جهوية وهدرنا على الأمر هذا ولكن الأمر بس نكونوا بتاهمين إحنا كإتحاد ما عندناش قوة عرضها عمان قدروا نردعه الردعها عند وزارة التجارة ووزارة التجارة هي اللي تدخل إحنا تطلب منا وزارة التجارة طالب نأدوه قال وين ره الحاجة الفلانية أنا نقول لك أنا صار حسن أنا ما نروحش مع واحد اللي يضر المواطن أنا باش لما يشربوا إنسان ويدلها السرطان هدك إحنا لي يتحملوا الوزارة نتاعه إحنا وزارة التجارة إحنا نعملوا معها إحنا إحنا مثلا لو كان يتمشوا معنا إحنا الأعيون نتاحها إحنا ما نخلوش نسلين اللي يعبثوا بالمواطن أبدا وغير ممكن أنا من أنا كآمين عام حتى الولايات واحد ما يقبل وهذا هذي الكلام اللي عارك تقول أنت كائن منه المعدني يعني ديكور أمام المحلة التجارية وهذا عيب وعار وأنا من هذا من البره هذا نقول التجار نهاكم الله حشموا على عرضكم هذا ما اللي عرض المواطني إذا إلى المرض وبطبيعة الحال اللي ما يتغير اللي ما نقول لك حاجة لما قرع عن تعمى قرع عليها القرآن يكون فيها شيء آخر تكلم لها كلام غير هذا تلوث قرع عن تعمى لو كانت شدها قدامك وتكلم كلام قابيح المي تلوث ولو كان تقرأ مثلا القرآن ولغة بسم الله الرحمن الرحيم هذا المي يكون ينفع هل نقول لك ما وش تحط أنت أمام السمش أمام يعني الأمم هذه هذا خير ممكن وما نقبله أشحنا روحو الأخر محور في هذا الحوار مع هذا الحاجة صالح صويلة نتكلموا على الانشقاقات داخل داخل الاتحاد ما هو سببها لماذا في ناس يقول لك نحن الشرعيين والحاس صالح صويلة رانا رانا ربحناه وما لا بان ناش ممكن توضع ناشوف هو هو شوف هذا ناس حابين يدون الاتحاد بالذرع وهذا الاتحاد ما يروحش بالذرع هذا احنا ورثناه أنا كنت كأمين وطني أنا ما جيتش غير هكذاك بش نكون واضحين أنا طلعت من أمين ويلة أمين وطني نهاري كانت جبهة تحرير الوطني كانت جبهة تحرير الوطني هي لنظمة الاتحاد كنت أمين وطني في سنة 85 بديت نعمل من بعد الأمين العام كان اللي قبل عبادة ربي رحمه من أولها الرحمة رجل طيب من بعد جاء سيبارة مرض مرض يعني دعنا مرض وأنا ثاني مرض ممكن المؤتمر الجاي يكون وحد آخر بطبيعة الحال دركة رحنا باش احنا كأمان ووطنية ماشي درناك اليوم قال إنسان لسه بروحه أمين عام بالنيابة بعشرة أمتع الناس لا لا احنا كأمانة وطنية شرعية منبثقة عن مؤتمر الأمين العام قال لك ودي شوفوا اللي يقود هذا الاتحاد أنا راني نقولها لك ونقولها قدام الناس اللي هما جاءوا وعيطوا لي وراني سمعوا فيها قال باقي انت اللي رك نظيف في هذا الاتحاد نظيف لزمك ترشح ولزمك تشد نيابة يا ودي راني بعيد أنا ما نقدرش نجي نروح نجي العاصمة ونسكنهم ونديرها بزات حتموا عليا وراني نقولها وراني نسمعوا وراني نشهد قدامهم وراني نسمعوا وراني نسمعوا فيها قال يا أخي انت نظيف نقولك على لأن هذا الوقت هذا كان الانتخابات الرئاسية جاء بوتفليقة باشي ترشح كل واحد واحد وشمعة حمروش واحد كل واحد وحقه أنا مشيت مع الرئيس أنا مشيت مع بوتفليقة قال يا أخي انت هو اللي تكون أمين عام بالنيابة وقال لهم نديروا حاجة نديروا انتخابات درنا انتخابات سرية نديت أصوات الأصوات نديت الأصوات وأصبحته أمين عام بالنيابة والسيد الأمين العام ربي رحمه ربي رحمه دار لي يعني رسالة رسمية وبديت نشغل كي دخلت بشي بديت نشغل عايطي للمجلس الوطني جمعت المجلس الوطني قلت لهم الآن ما نقدروش نقعدوا بلا مؤتمر لأن رانا قريب عشر سنوات وإحنا ما درناش مؤتمر أنا ما نقدرش نديروا مؤتمر نروحوس هنا ما ندرنا الشهر مثلا حد حد النشار قال انت كيف هتقدرت قلت لهم لاني درت المؤتمر مرحبا لما درت سنوات ونروح لنا ربي نعم علينا وقدرنا ربي وخلي هل الاتحاد ودرت المؤتمر في سنة 2004 هو المؤتمر الثالث من يريد كرسي صالح سويلح يروح الانتخاب يروح المؤتمر شوف صالح سويلح تروك احنا المؤتمر ما بقاش ما راش احنا رانا قراب للمؤتمر ما بقاش بزيزا في المؤتمر وبحول الله اللي هو راه باغي منصب تأسيد سويلح امين عام يحضر روحه من ضروق حضر روحك عندما نجل المؤتمر انا وش رايح ندير بحول الله يا أخويا ترشح ونديروا انتخابة بغيتون نديروا انتخابة سرية بغيتون نديرها برفع اليد بغينا المؤتمر راه جاي شكرا واللي حبي حبي شد الكرسي يحضر روحه من ضروق والمؤتمر جاي شكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم